مرحبا انا الدكتور سلام وبعرقوب اختصاصي ومعارجة التحفظية ورح نحكي اليوم عن ازالة الكلس والجير والبلاك عن الاسنان اول اشي ازالة الكلس والجير او البلاك عن الاسنان بتم بالطرق التقليدية اللي هي استخدام الفرشاي والمضمضة والخيط الاسنان اما في حالات بتفاقم فيها البلاك والكلس والجير ووصل لمرحلة الالتهاب اللثة نقوم فيها باكتر من وسيلة عشان ننظف هالأشياء اول اشي العملية ما بتاخد اكتر من ربع ساعة عن طبيب الاسنان ما فيها الم او يصاحبها الم جدا بسيط كلما الالتهاب كان اكتر كلما كان بدها وقت اكتر وفيها شوية الم اكتر فاذا احنا منلاحك حالنا اول باول من زور الطبيب ما حنحس بالم ولا حتصل عننا اي مشاكل منقوم فيهم باستخدام ثير ادوات ومواد اهمهم هذا الاسكيلر الاشي اسمه اسكيلر هذا اشي عبارة عن تب صغير بيطلع مواجات فوق الصوتية بيقوم بتكسير الجير او الكلس وزالة البلاك من الاسنان الاشي الثاني اللي ممكن نستعمله اللي هو القذف الرملي وهو عبارة عن جهاز هاي زي ما انتو شايفينه بيطلع رمل بضغط وقوة وحجم معين بيخلي الاسنان تكون نظيفة بشكل عنها طبقة البلاك المتكونة بسبب اهمال او باسباب اخرى فالموضوع بسيط وما بيخوف واحنا بنحمي حالنا فيه من المشاكل اللي بتصير نتيجة التهاب اللثة فانا بنصحكم انكم تزوروا الطبيب باستمرار بتديروا بالكم على اسنانكم تفرشوهم وما تخلي الامور تتفاقم لانه اذا تتفاقمت تصير عواقبها وخيمة وبتأدي الى انه نخلع اسناننا وسلامتكم وذي وذي شيء من كل شيء